توجت مملكة البحرين بالميدالية البرونزية بعد حصولها على المركز الثالث في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة الأولى لفنون القتال المختلطة للهواء والتي أقيمت بجامعة وولبر هامتون بمدينة بيرمينغام البريطانية والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد البريطاني لفنون القتال المختلطة وبشراكة مع بطولة القتال النهائي فقد توجه سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة المقاتل أحسين عياد الفائز بالميدالية البرونزية وذلك ضمن مراسم حفل ختام البطولة لتحصد بذلك البحرين الميدالية الأولى خارجيا للهواء وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز الدولي جاء بفضل الدعم لمحدود لحضرة صاحب الجلالة للرياضة في مملكة البحرين بالإضافة إلى دعم القيادة الرشيد للحركة الرياضية والشبابية بشكل عام ورياضة فنون القتال المختلطة بشكل خاص وما تحظى به هذه الرياضة من رعاية واهتمام متواصلين ساهم في تبوء المملكة مكانة مرموقة على جميع الأصعدة لتواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات بخطا ثابتا كما أكد سموه أن هذا الإنجاز جاء ليؤكد سلامة الخطط للوصول إلى أفضل المستويات وتحقيق نتائج إيجابية والعمل على تطوير قدرات المقاتلين من خلال إتاحة الفرصة لهم في المشاركات الخارجية لاكتساب الخبرة وأضاف سموه بأن الميدالية البرونزية تعتبر إضافة مهمة نظرا لكونها بطولة دولية يشارك فيها نخبة من المقاتلين الهواة كما أشار سموه بأن مشاركة الفريق في البطولات الخارجية هو إثبات على مكانة البحرين على الخريطة العالمية في رياضة فنون القتال المختلطة وتأكيدا على أن الشباب البحريني يمتلك العديد من الإمكانيات والمواهب في هذه الرياضة معربا سموه عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به المقاتلون بالرغم من كون الفريق في بداية مشواره وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز سيحفز المقاتلين والجهازين الفني والإداري لبدل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لتستمر هذه الرياضة في حصد البطولات مضحا سموه أنه سيوفر كافة الإمكانيات لدعم المواهب الواعدة وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمقاتلين الذين شاركوا في البطولة بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني وذلك على المجهول الذي بذلوه في سبيل رفع اسم البحرين متمنيا سموه لهم التوفيق في المشاركات القادمة لغير المجتهد لا تنحز نشوة الفرح والإنجاز فبمتابعة ملاكية رفع اسم البحرين في أول مشاركة أوروبية بالحصول على الميدالية البرونزية فالاهتمام برياضة الفنون القتالية في ازديات وتمثل هذا الأمر بإنجاز حسين عياد فقد أثمرت جهود سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الذي كان حاضرا ومشجعا وداعما للمقاتلين بتتويجه بالميدالية البرونزية للمقاتل حسين عياد الذي خطف المركز الثالث ببطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة الحمد لله طبعا هالنجاز عن أهدية حق جالة الملك والشعب البحرين وكل من حابوا يشجعها الرياضة هذه طبعا للعلم يعني الرياضة توها بوادية في البحرين من سنة 2015 شهر ثلاثة بديننا وبدناها بشي بسيط كلش مبسط والحمد لله يعني الانجازة هي بعد ثمان شهور فالناس اللي هني تشوفونهم يقاتلون هذين عندهم فوق الخمسة عشر فوق العشرين فايت واحنا ربعنا ما شاء الله عليهم اللي عنده أول فايت أو ثاني فايت فالحمد لله يعني على الانجازة هذه وإن شاء الله لا فضل ياه إن شاء الله والله طبعا أنا أتكلم عن الخمس لعبين اللي يبناهم كانوا كلهم مستعدين وكلهم جاهزين وطبعا اللي عارف الرياضة بيغدر الفوز والخسارة طبعا فيه أبطال عالم يخسرون لأن أنت ما تعرف يوم البطولة شن يكون في اللاعب شن يكون في الفايتر نفسه اليوم مو بيومه ولأن المقاتل الثاني مستعد أكثر فأنا راضي على أداء كل اللاعبين وطبعا لا بد أن نقولنا فيه أحسن واللي غلط غلطات بيعدل من غلطاته وعارفين كلهم إن شاء الله نقاطهم وإن شاء الله بنشتغل عليها أول ما نرجع البحرين طبعا نحن شاركنا بطولتين بطولة العالم وبطولة ربا فما شاركنا في البطولات العادية نحن 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 خبرة وبعدين يعني مثلا اللي بيفوزون اليوم كل واحد حصل مدرية ذهبي بيتحول من هاوي إلى محترف فبالعكس يعني الاستفادة من اللاعبين حتى اللي يخسروا كلهم من المغاتلين نفسهم اللي نازلوهم التلاحم ويد دول الأخرى يعني كان في محلة وجاب له دول سابقين في الرياضة يعني بعشرات السنين طبعا المستقبل الـ KHK إن شاء الله هو قاعدين نحن نشقالين عليه من المحين لكننا نحن نطور في الفريق نطور في المغاتلين وبنحاول نبرز المقاتلين البحرينيين إن شاء الله إلى أن نوصلهم إلى مستوى المحترفين الحمد لله يعني أنا واجد واجد فرحان من هالشي أمس الضيقة واجد عشان أنا خسران بس في النهاية هيموشي بعد سهل إن أنا حصل الثالث في بطولة خارجية بطولة أربا مو أي بطولة فالحمد لله وأنا أهدي هاي الفوز حق الشيخ خالد أنا ما أقصر معنا حق كل البحرينيين حق المدربين اللي ساعدوني كابت الرضا الجار كل الناس اللي ساهموا وخلونا وصلوا لهالمستوى وهالليفل وإلى حصاد آخر فقد تمكنت مملكة البحرين من خطف أنظار الجميع بمشاركاتها العديد الخارجية وبعد المستوى الرائع الذي قدمه مقاتلين فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة لتضع بصمة واضحة في الخارطة العالمية لهذه الرياضة نتشرف بوجود سمو الشيخ خالد بن حمد وبالقاتلين البحرينيين فوجودهم زاد من قوات المنافسة في البطولة وتمكنوا من حص ميدالية برونزية في وقت قصير وبالنسبة لي الفريق البحريني يجب أن يكون مثالا لكل الفرق فريق البحريني من بطوط العالم لأهلأ فرجانها مستوى كتير متقدم عم بتقدم كتير مستوى بصرعة معهم يعني عندنا برونزية ببطوط أوروبا وبطوط أوروبا عندك عدد لعيب أكتر من بطوط العالم وفاز على تاني بطل العالم بلاس فيغاس يعني هذا بيبرهن أنه المستوى عم يتقدم كتير بصرعة وبعتقد أكيد إذا كملوا فريق البحريني بالطريقة اللي عم يشتغلوا فيها رح يوصلوا بعدين لمستوى متقدم جدا رح يصيروا هني بعتقد يكسحوا بطولات اللي جاية بتتويج البحرين بالميدالية لبرونزية يزدل الستار عن منافسات بطولة أوروبا الأولى المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء ويبدأ مشوار إنجازات جديد حزم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة بيرميكهامب البريطانية